السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الخميس 27 حزيران يونيو القمر اليوم استقر في برج الحوت رح يظل موجود في برج الحوت لغاية الساعة 58 دقيقة من صباح يوم الغد الجمعة لا ينتقل بعدها القمر لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والاتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 وخمس دقائق من ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح القمر الآن زي ما ذكرنا هو موجود اليوم هو موجود في برج الحوت عشان هيك اليوم بيلعب الجانب الروحي في حياتنا دور مهيمن منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين منشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين ومنجد صعوبة ابتخاذ قرارات حاسمة والبعض ممكن يتهرب من المسئولية برضو أو من المواجهة أو من الالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين العاطفيا طبعا ممكن يعانوا من مشاكل في الحب ويديروا ظهورهم ويدرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل أو بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت بإمكاننا أن نبدأ أو البعض بإمكاننا أن يبدأ علاقة حب جديدة يمكننا التأمل والصلاة أيضا بهاي الفترة والتركيز على الدعاء أو التأملات أي شيء له علاقة بالتأمل والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم تصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فنية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون الساعة 233 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون الساعة 24 أو 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وحبنا وأيضا هذا وقت مناسب لها الدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بقطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 256 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج من واجه مصاعب وعرقيل بتطلب منها أن نبذل جهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضوظ بيفتقن بعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 6 و10 دقائق مساء بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها ولكن إلا إذا كانت اضطرارية طبعا عنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وأيضا اليوم بصير في مشاكل عنا بهرمونين اللي هو الهرمون الأول الإندروفين وهو الهرمون المسكن للألام والميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم هدول الهرمونين المشاكل اللي بتصير فيهم أنه بصير المسكن ما بيجاوب بشكل مباشر معنا وأو منشعر بالألم أكثر من المعتاد وأيضا بصير عندنا أرق أو قلق أو كوابيس أو أضغاث أحلام بهاي الفترة بالنسبة لباقي أعضاء الجسم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية مناسب لعملية التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح طبعا لقص الشعر التجميلي ولكنه يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة وزي ما ذكرنا لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يكون أو موجود في برج الحوت زي ما ذكرنا خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة 48 و44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمر 21 يوم الساعة 9 ودقيقتين مساء نبدأ باليوم لـ 22 هو مش محدد هو انحسار المربع تقريبا ما بين المحدد وانحسار المربع نبدأ باليوم 22 في ساعات المساء نسبة الإضاءة 60% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم 22 سبعة سعيدة بنسبة 60% الآن ساعة الفجر سعيدة بنسبة 30% القمر في الحوت حتى يوم 28 ستة سعيد الآن بنسبة 15% ساعة الصباح سعيد بنسبة 45% ساعة العصر سعيد بنسبة 10% في ساعات المساء منتحس بنسبة 25% عطارد في السرطان حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 100% الزهرة في السرطان حتى يوم 11 سبعة سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 20 سبعة سعيد بنسبة 15% الآن في ساعة الصباح سعيد بنسبة 30% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت حتى يوم 29 ستة سعيد بنسبة 15% قرانوس في الثور حتى يوم 1 تسعة سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت حتى يوم 2 سبعة سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلوب يتراجح حتى يوم 2 تسعة منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم القمر لغاية ساعات صباح يوم الغد الجمعة موجود في بيت المتاعب عشان هيك بسيطر التعب عليكم لليوم الثاني على التوالي ممكن تشعر بأعراض غير اعتيادية إذا شعرت بأمور صحية بتوجه للفحصات الطبية أو العلاج أو الأدوية وخذ قصط كافي من الراحة ممكن تحظى بمساعدة مفاجئة في ظروف صعبة أو تتجاوز مخاوف مع الهائي أساس ولكن الأهم إنك تنتبه على صحتك وما تتخذ قرارات حاسمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا نشاط اجتماعي ولكن نصيحة اليوم حاول إنك تنشز الأعمال الضرورية والمهمة قبل يوم الغد لأن القمر رح يوصل لبيت متاعبك اليوم بتنشطه اجتماعيا تسعده من لقاء الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة علاقات الصداقة اليوم بسودها نوع من أنواع الألفة بتكون جيدة بسودها التقدير والثقة المتبادلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا بإدخال تعديل على طبيعة عملهم وأيضا بإمكانك تعززوا العلاقة مع المسؤولين وبتحضوا بالشعبية وتكون أعمالك سهلة وميسرة وممكن تحقق نجاح شخصي ولكن بدون مغامرات أو مجازفات أو حتى أنك تتصرف تصرف تشوه من خلال سمعتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم تنشطه بالاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب وأيضا الأوراق والمعاملات القانونية أو اللي تتعلق بإقامة أهم إشي أنك تكونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن بتشعروا بقوة العاطفة وكثير من مؤليد برج السرطان ممكن يكون عندهم أحلام بسفر أو القيام بمشاريع كبيرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم التركيز رح يكون على الأموال المشتركة فعشان هيك اليوم بدك تركز بشكل جيد على أمور تتعلق بضريبة بنك مثلا ميراث أو أموال لإلك بتطالب فيها أو بدك تحصلها أو بتنشغله في إعادة تنظيم أموركم المالية من جهة ثم فرصة لمكسب مالي بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى ثم نفقات متصاعدة وبيزيد اهتمامك بالأشياء الغامضة والروحانيات والكتب الخيالية بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا القمر موجود مقافلكم تماما بحطيك إيجابية لتركيز على جهودك حول تعزيز شراكاتكم سواء شراكات العمل شراكات المال أو تعزيز العلاقة مع الأزواج أو مصالحات ولكن بالمقابل طاقة ضعيفة صحيح أنه اليوم مناسب لخطبة أو زفاف أو توقيع عقد ولكن ممكن يكون فيها نوع من أنواع التوتر بسبب عصبية أو حدية بالطباع حاول أنك ما تتخذ قرارات حاسمة بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم التركيز على العمل ولكن حاول أنك تركز على الأعمال المفيدة والضرورية والمهمة بالنسبة لإلك قبل ما تنتقل لعمل آخر لأنه اليوم بيتركم العمل عندكم فعشان هيك برضو بتركزوا على أعمالكم وعلاقاتكم مع زملائكم وتنتبهوا بشكل جيد لصحتكم ونظموا وجباتكم الغذائية وخذوا قصد كافي من الراحة تجدوا سهولة في تطبيق الأعمال الروتينية أو المنزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم من الأيام الإيجابية والمميزة بالنسبة لإلك تجتازوا بصورة عامة فترة إيجابية تشعروا بقوة الحظ والعاطفة وأيضا الفرص المالية وبوسعكم شراء شيء ترفيه أو شيء له علاقة باللباس أو الاهتمام بالتجميل وهي فترة تعتبر فترة حظ وبإمكانك تقوية علاقاتك العاطفية وبتعرف نوع من أنواع البهجة وأيضا التواصل الجيد ما بينك وبين أحبائك أو أبنائك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بينصب اهتمامكم حول إدخال تعديل على مسكنكم أو الاهتمام بأمور البستنة أو عقار أو حتى تصليحات ترميمات أو استئجار بيت وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة وممكن تعرف حياتك العائلية فترة من الراحة والبهجة أهم شيء بدون عصبية وبدون حدية وحاول أنك تكون مرن ممكن تظهر بعض الأمور الطارئة التي تتعلق بالمنزل كقدوم أحد أفراد العائلة من السفر أو فرحة عائلية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات اليوم والحوارات والنقاشات والاهتمام بما يتعلق بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية أو التواصل مع الأحبة أهم شيء أن تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة داخل المدن علاقاتكم اليومية وتنقلاتكم بتكون ممتعة ممكن تستفيد من علاقاتك مع المحيط وأيضا عندك قدرة على الإقناع عالي جدا بالتسويق أو بالحوار والنقاش وممكن يكون لك تعامل مع أخ أو جار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي بهاي الفترة من عمل إضافي أو مستردات هبات دعم أو حتى ممكن تحل قضية مالية كانت أرقيتك بالفترة الماضية أو طالب بحقوقك هاي الفترة بدك تحذر من النفقات المتصاعدة لأنه بصير عندك رغبة لإصراف الفلوس وبتعرف سهولة في أعمالك اليومية وممكن تحصل على بعض الأموال أو بعض الأرباح برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير اليوم لأنه القمر موجود عندكم واليوم عندكم نشاط وعندكم حيوية وأيضا طاقتكم جميلة ملفتة للانتباه حتى للجنس الآخر فممكن تسمع مغازلة أو تسمع كلام حلو ولكن زي ما حكينا ما يكون لك ردات فعل سلبية ووسعكم السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم وممكن تقضي فترة من الهدوء السكيني والطمأنيني على المستوى النفسي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء